تحت رعاية سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية باترا وفلادلفيا وسائر الأردن افتتح في قاعة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق معرض مصابقة الرسم والعلوم الذي نظمته الإدارة العامة لمدارس المطرانية بحضور المدير العام للمدارس الأب الدكتور جهاد عماري والإرشمندريت نادر سوق وعدد من المعلمين والمعلمات ولجنة تحكيم النتائج حيث تعد هذه المصابقة التي شاركت فيها المدارس من مختلف مناطق المملكة هي الأولى من نوعها على مستوى مدارس مطرانية الروم الكاثوليك وتأتي هذه المصابقة بهدف توسيع المدارك الذهنية والتخيل والإبداع للطلبة وتحفيزها امتنافسيا لغيات تفريغ طاقاتهم من خلال رسومات على الورق تدور موضوعاتها حول يوم الطفل العالمي وضمت فئتين الأولى من الثالث وحتى السادس والثانية من السابع وحتى الأول ثانوي أما الجانب الآخر للمصابقة فهو العلوم والبحث العلمي من الصف الثامن وحتى الأول ثانوي وإذ نشكر اللجان التي شاركتنا اليوم لاسيما الدكتورة مونيرة بطارسة والسيد عبدالله جريسات ومعلمين الذين كانوا اللجان الذين راعوا الموضوعية والدقة في اختيار الفائزين نشكر أيضا أبناءنا الطلبة على أعمالهم ونتمنى لهم ولإدارتهم المدرسية مزيدا من التقدم والنجاح على كافة الصعود وكذلك نشكر محطة نورسات الإذاعية والتلفزيونية على تغطية هذا النشاط والمصابقة متمنين للجميع التقدم والازدهار وكل عام وأنتم بخير